انا عاوز اوضح حاجة يعني لو اي منصف بيحل الاداء وفق اسطيف على الفترة البسيطة اللي تمت وعلى التربوسة ما حصل في تونس لغاية دلوقتي هي ما يقرب من ثلاث شهور بتكون فريق جديد فريق اصبح في معظم مقابلاته هو الافضل برغم ان مع شباب كوستنطينا يمكن ما حققناش الفوز لكن احنا الافضل وده كان حتى اعتراف من المدير الفني قال ان فرقة وفاق اسطيفية لتستحق الفوز نفس الموضوع مع انتحاد خنشلة احنا كنا الافضل والمدرب كمان صرح قال ان احنا محصوصين ان احنا نفوز لكن زي ما بقول هناك بعض الاحتياج لعناصر الخبرة في الفريق فيه اشياء علامة المدير الفني لكن في بعض احيان هناك بعض الناس غير منصفة او بعيد عن كرة القدم لكنها بتحاول انها تحلل لكن بتحلل بشكل خاطئ الفريق برغم كل الصعبات دي اعتقد ان انا والجهاز الفني عملنا انجاز واعجاز ان احنا يبقى في فترة بسيطة زي دي عندنا فريق اصبح الكل بيعمل له حساب نعم لسه محققناش النتاج اللي انا بتمنها واللي احنا بنتمنها لكن اصبح لدينا فريق مع بعض التدعمات ومع بعض العناصر الجديدة اللي كل لديها خبرات ومع بعض تعديل بعض العناصر من لعيب الاجانب اعتقد ان وفاق ستيف في فترة امرقاته جديد ان شاء الله لو في تدعيم مالي ان شاء الله سيكون له وضع اخر وضع افضل ان شاء الله